تتع سلطات الاحتلال قدماً باتجاه إقامة ما تعرف بالحديقة القومية على أراضي مصادرة من أصحابها الفلسطينيين في حي الصوانة بالقدس ويعتبر المشروع واحداً من تسعة مشاريع لحدائق استيطانية يخطط الاحتلال لبنائها حول القدس العتيقة بهدف خارقها المزيد مع بشار صغير على هذه المساحة الشاسعة الوقعة شمال شرقي البلد القديم في القدس تعتزم سلطات الاحتلال إقامة واحدة من أكبر المشاريع التهودية والاستيطانية ما تسمى بالحديقة الوطنية ستبنى على 170 دنماً من أراضي مصادرة من الفلسطينيين جزء منها يعود لملكية خاصة فيما يعود الجزء الآخر للأوقاف الإسلامية القانون الأول الذي استخدمه بالسيطرة على الأرض وهو قانون الأراضي الخضراء أو ما نطلق عليه اسم الحدائق القومية بمعنى أن هذه الأراضي لا يمكن استعمالها من الجانب الفلسطيني لكن الجانب الإسرائيلي يتم بتجربته بخبرته أن يحولها إلى حدائق قومية ومن ثم هذه الحدائق القومية في الاحتياجات الخاصة يتم تحويلها إلى مستوطنات تتجاوز المساحة الإجمالية لهذه الحدائق الوطنية الفيدن ومن شأنها كما يتخوف الفلسطينيون خنق البلدة القديمة وفصلها عن محيطها الفلسطيني العربي والإسلامي وذلك من خلال تشهيد مراكز سياحية تلمودية تسلط ضوء على الرواية الإسرائيلية على حساب التاريخ الأصلي للمدينة